ما نقلك أهلا وسهلا فيك بفوشيا خبينا اليوم قديش كان عندك شوي تردد أو خوف لأن شفنا الجمهور عشقك بثلاث أجزاء من الموت وفجأة أخدت شخصية مختلفة تماما عن سحر أدهد الأمر واترك وحملك مسؤولية تردد أو خوف ما كان عندي تردد أبدا بالعكس كان عندي إصرار كان عندي خوف أكيد برحكون فيتي بهيك معركة جديدة بعالم جديد بشخصية جديدة وأنا قلت شغلة بيني وبين حالي هلأ رح أولى على الهواء أنا قلت لهم للمقربين قلت لهم أنا السنة ما عم جابه الناس مش جابه يعني بالنهاية نحنا هيدا فن يعني ما عم كون بوجه اللي ما بيحبوني عم كون بوجه اللي بيحبوني والمقربين والفانز القراب لأنهم بيعشقوا صحر يعني بدك تحبي بيون بيا صار بس الحمد الله اشتغلت كتير على هيدا الموضوع ويسار أصعب بكتير من صحر صحر كاركتار نافر عنده أدواته اللي سهلين أنك تفوتي على المشهد وتعملي حضور بس هيدا النوع اللي عم نعمله النوع الطبيعي الحقيقي أصعب بأنواع التمثيل أنك أنت بدون أي مجهود جسدي وتعبير قوية وحركة جسدية أنك توصل للمشهد بإحساسك ووصل للناس والناس بيكتبوا قدي عم يبكوا وعم يتأثر وعم بحبوا وعم يزعلوا معناتها نحن قدرنا كلنا أنه نوصل الكل قال أنه بفضل يسار ردوة الشربيني الغائب الحاضر كانت برمضان هذا بيعني لك هذا الأمر وهل أنت فعلا متأثرة بردوة؟ أول شي أنا بحبها كتير وبحب أسلوبة بحب ستيلة فيك تقولي أنه في وجوه شبه بين يسار وردوة بالنهاية ردوة هي فعلا إعلامية مخضرمة موجودة وعندها تأثير وحضور كبير على الوطن العربي كله بس أكيد ما بيجمعون هي النسوية هي المطرح القادة ليسار لمطرح أنها تصير تناصر الظلم أوقات يعني هربت من مجتمع متطرف صارت متطرفة يعني أزيت أزيت بمحل أكيد ما بيشبه هيدا شي بس أنا بوجه لكل الاحترام وهي علقت وتقلي هاي الكلمة لقلي فكان في هيك حوار أخضوا عطا بيني وبيني على السوشيل ميديا بس العنصر الذكوري شفناه متعد أول ما شاف ياسار وقالنا قصنا بعد حدا يطلع هي حكي ينادي بحقوق المرأة من شو بدو يمتعد أني قول تنكسر إيد كل حدا بيمدى عليك قال اللي بدو يزعل إذا هو بيمدى خليه يزعل معلشي وخليه يرجع عن خطأه عم أشوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه في هيك تعبير مهضومة عم بقوله لو بترجع سحر وبتشوف قداش عم تبكي ياسار بتفرمها أنت بتفرمها لا ياسار السحر غير ياسار السحر بتقلي لباها بتفرم ضغري ياسار لا لأنه ياسار عندها بنتين واحدة معها وواحدة لا ياسار أم مختلفة عن سحر سحر ما عندها شي تخسره اليوم الكل اللي عم بيقول قداش اكتقبت باقي بغصن لأنه أكتريت الأدوار عندك عم تبكي كتير أنا يعني بني آدم هلأ صراحة مكتئب مع أني أنا مش من الأشخاص اللي بياخدوا الكاركتير معهم على البيت يعني قد ما يكون عندي مشهد تراجدي بإمتياز وبكي بيخلص المشهد كانت خلص بنكت برفع عن نفسي منشان هيك أنا بنكت عصت وبعمل جولة الكل حتى يكون نعم نتعب يا نحنا بتعرفي بس هذا الدور تحديدا تعبني كتير يعني من الجلدة للجلدة في مشاعر كتير جياشي ومشاعر الأمومة وأنا أم بيدقروني من جوة من جوة الحزن الفقد فقد أشخاص بتحبيهم مبني على الانتريار كل شي جواتك مخنوقة لابسة ماسك ما فيك تعبري بس من جوة النفس المقطوع بداي بداي كتير فبدي هيكي وقت بس خلص هيكي ريلاكس تنفس روق ارجع استعيد هيكي نشاطي لان أول مرة بحياتي بحس في شخصية بديقني هالآن هل في شيء أفشات معينة بتحس إنه خاصة بياسار رح تضليك تتذكرية متل أيام صحر لا لا يسار ما عنده أفشات مانا كاراكتر صحر بيحمل كتير كنت بقلب المشهد لقيه إشياء يسبتون كررون ويخلقوا خلقه معا أيتهم ع ورقه وقلم يطلعوا بقلب المشهد يصغير ومدرشوه مدرشوه كلهم يسار لا يسار بتزين كلمتها مهنتها كأعلامية مهمة مشهورة وحياتها كأم ما كاراكترها ما بيحمل يعني ككاراكتر ما بيحمل تكون يسار عندها كلمات اللي بتستعملهم بس في إشياء كثير راح تفيرل الانترو تبعيد كل حلقة بونا سيرا وشاقة من شاقة وقبا من أبا وكل عم نشوفها قوف بشكل مخيف قدام انتشع على السوشيال ميديا وقديا عم بيعدوها وبياخدوا جمل الأوقات كمان بيعيدوا إعادة تصويرها فهولة بعد نجاحك بالتجربة الإعلامية هل معقولة نشوف ماجيبو غصن تقدم برنامج السن الجاي بدل المسلسل لا أما بفتكر مش مطرح اللي أنا بحلم فيه ويلي عم بهدف لقلو بس أنا ولا مرة بقول أبدا عن أي شي لأنه ما بتعرفي يمكن شو بيصير بلحظتها يخطر ع بالي كيكون شي لزيز بيشبهني يعني ساعتها ممكن أقول إيه بس أقلك عندي هيدا الهدف لا أو ما عندي إيه هل لو بديرجع الوراق للسيناريو تقدر أنت تبدلي هل كنت غيرت أمور معينة من يسار لا ولا شي يمكن كنت قويتها من قبل يعني ما قطعت كلها السنين هي وخايفة وعم تتعذب بن جوه وبعيدة عن بنتا بس لو عملنا هذا الشي ما كان فيه مسلسل كان خلص بحلقتين فنحن مضطرين لنعلو ثلاثين حلقة سألتك اليوم لمتابعينك عبر فوشيا شوف تليل بدقول للمتابعين متابعين عبر فوشيا مرسي لألكون مرسي لمحبتكن لمتابعتكن لكل كومنتاتكن الحلوية اللي عم نشوفها نحن صحيح تعبنا وكنا نقول الباقي على الله وعلى الناس الحمدلله الله الله وفقنا وفقنا فيكن لأنكم متابعين محبين وحبيتوا المسلسل وإن شاء الله بنوعدكن أي عمل جديد إن شاء الله يكون عند حسن زانكن شكرا شكرا شكرا